اشتركوا في القناة 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 لاعب في هذا المقياس هذا محمد صلاح بالمناسبة المدرب مورينيو في تشيلسي فشل معه ولم يعجبه لذلك انتقل الى ملاعب اخرى وإلى فرق اخرى واليوم محمد صلاح هو النجم الاول في افريقيا وفي اوروبا والحق يقال بانه لاعب بمقياس عالمي يعني لا يقل قدر عن اعظم اللاعبين كاروناح بكل تأكيد بكل تأكيد هيك الحديث وايضا رح نشوفه في المونديل لكن ده اسألك يعني امر جانب شوي صغيري بعيد عن كرة القدم كرة القدم ومحمد صلاح والعالم الاعلاني الترويجي لهاي الدرجة موجود في الخانف الصف الاول يعني زي يعني زي اللي حطوا كل لاعبي منتخب مصر على جنب وركزوا على محمد صلاح بالاعلان تبع شركة الاتصالات المعينة اللي عم بروجوها في القنوات المصرية هو المعليم تحديدا كبرزنتر مفهوم لكن يعني حتى على على مستوى النص الكلامي اللي موجود هناك زي في عفوا تأليه معين واستقصاء لكل المنتخب لن نقول تأليه وممكن يعني حتى نقول يعني كلمة ألطف شوي ربما تقديس لدرات محمد صلاح طلع وهو النتائج تتكلم والإحصائي يتتحدث والملعب يتحدث محمد صلاح هو لاعب يعني يروج لأي شركة عالمية بالمناسبة هكذا يعتاش كبار النجوم إن كان مثلا ميسيا أو كان رونالدو هذول لاعبين كمان عايشين على الاسم تبعين هن اللي برزنترز تبعون الشركات الكبرى فمحمد صلاح ويعني فيش منتخب بالعالم أو فريق يعتمد على لاعب واحد فقط ولكن دائما يبرز هذا أو ذاك وهو بيكون في الواجهة لذلك الحديث اليوم فقط عن محمد صلاح مش عن منتخب مصر مثلا أو عن محمد صلاح مش عن ليفربور ولا بسير أفكر فيه لعيب 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 إنه حرام مش يزاق لهم لا شك أنه عنده حوالي كمان لعبين من الطراز الأول ولكن محمد صلاح عنده موهبة مولودة عنده موهبة مولودة وأثبت قدرات أنا أعتقد أنه هذا إنجاز لكل لعب عربي وهو مثل أنه يكون هو أفضل لاعب في الدولة الإنجليزية هذا أمر ليس بسهل تصور أنه بعده صغير كمان 26 سنة مشرف 26 سنة بعد المجال أنه مفتوح طب نبيل نحكي كمان عنه كنوع من المواجهة ما بين أخاء الناصري وأبناء ألد شو بدك تحدث إذن ننتقل يعني عمليا للدولة المحلي درجة الممتازة هذا الأسبوع بكرة آخر جولة قبل البلاي أوف أخاء الناصري الأسبوع الماضي سجل فوزي كبير مهم جدا على ريشون اللي تسيون وغدا له لقاء مع أبناء الليد الأحوج إلى النقاط هو أبناء الليد حتى يكون في البلاي أوف الأعلى يعني أبناء الليد سيُلعب هنا في ملعب الناصري وقمключ وهو بحاجة إلى الفوز من أجل أن يعني يُوقِد مكان في البلاي أوف الأعلى من يلعب في البلاي أوف الأعلى يلعب من أجل الصعود إلى الدرجة العليا فالمباراة سيكون مهمة خاصة للأشقاء من أبناء الليد اللي سجدوا ثلاث انتصارات متتالية في الأسبوع الأخيري بعدما كانوا في القاع بتأمل تكون مباراة رياضية وأنه يفوز من يستحق الفوز وأنه يشارفونه في ليبيا وفي الأعلى نعم من الفرق الموعودي بالدرجة الممتازة قريبا بالممتازة ببارح نهائيا صعد فريق أبواليكسال مباراة كانت كبيرة على ملعباة ساتليد أبواليكسال وأم الفهم كان عرص بالسوشال ميديا نعم كان عرص ونقلنا المباريات ببث مباشر أبواليكسال صعد من سنتين إلى الدرجة الأولى العام حاول يصعد للممتازة اليوم صعد يعني مش أمر سهل لدوريد وعفاف أنه فريق زي إكسال أو بلد زي إكسال يلعب في الدرجة الممتازة هي درجة احتراف فيها ماليات وفيها إعلانات وفيها ميزانيات فنتأمل أنه أبواليكسال من الفهم يلتحق على الأقل من خلال مباراة الاختبار في اللي راح تجرب في الأسبوع السؤاله أنت منشاهد أول لعب لهذه الفرق الجديدة الدوري منطلق متأخر نوعا ما بعدما ينتهي عرس المونديال عادة في شهر تماني الآن الدوري ينتهي ومتفوت الفرق إلى استراحة الناس تلتهي في المونديال إكسال طعد إلى الدرجة الممتازة بدي يحضر ميزانيات بدي يحضر ملعب بدي يحضر منا تحتية وفيه هنا كمان فريقين مغمورين بلدين صغار زالة فيف في ودي عارة وكوكب أبوالهيجا بلد متواضع 3500 مؤمنين بأي درجة وين موجودين صعدوا إلى الدرجة الأولى الدرجة الأولى يعني إنجاز أعتقد لبلدين صغار جدا حاولوا في السنوات الأخيرة ومبارح كان الختم النهائي كوكب بأفراح كانت طيلة الليل في البلد بالفعل يعني يستحب وكمان في زلفة اللي صعد كان المنافس الجديد مع دابولي وكوفر قرع ولكن زلفة صعد إلى الدرجة الأولى بدنا نتمنى لن النجاح إن شاء الله وإنه يعني يأسسوا فرق ويبنوا فرق لتكون مناسبة إلى الدرجة الأولى مش مجرد رحلية أو مشوار ومن ثم العودة والله أبسطنا بجد أنا أحنا مبسطين أنه هاي تارف تنشيط للحركة الرياضية الشبابية العربية على الأقل يعني أنه هذا نلتفيه بدل العنف المستشرف في المجتمع على الأقل الرياضة بتجمع يعني شفتر يعني قديش فيه إجماع على أنه الرياضة هي محببة للقلوب وشوف محمد ذكرت محمد صلاح مزبوط ومش بس يعني من أول مبارح يعني كل الوسائل التواصل اجتماعا بيحكي على ضربة المقص بيحكي على ضربة المقص هو رونالدو يعني حاول في سنوات عديدة يجيب نفس الهدف فكانتش تزبط معه شفت طعا يعني كان فيه مقص مثلا لوين روني في ديربي مانشستر يونيتيت سيكا بس بالسابق كان مثلا كان فيه زيدان نفسه لما ضرب هدف رائع أمام مركوزين بتصير ولكن الهدف مبارح يعني كيف طار رونالدو على علو حوالي مترين وسحب الطابة من رأس اللاعب القصم وسددها بعد الإتقان وخلى بوفون اللي قبل المباراة قال أنا ما نمشي الليل من رونالدو أجت المباراة وأتسجل الهدف عليه وأتصور أنه ما نمشي إليه الليلتين كمان بوفون بذلك المباراة بانتظار مباراة الإياب في الأسبوع القادم أنا أرشح أن بايرم يونيخ راح يكون في النصف النهائي طبعا بدون شك كذلك برشلونا كذلك ليفر بول كذلك ريال مادريد أربع فرق من الطراز الأول كل نتيجة محسومة كل نتيجة متوقعة هذا الدور دور صعب جدا نعم في مواسم مفتوح حاليا أم عم تقفل لا لا الآن الدوريات تقفل يعني هذا الأسبوع قد يتم الحسم نهائيا بايرم يونيخ قد يكون هو البطل هو بطل عمليا في الدور في زلتسبورغ في النمسا هو البطل في منشستر سيتي هو البطل كمان رغم فشل مبارا في إيطاليا الغلبي الآن أرسنال جبج سيرت أرسنال متعثر تماما أبدا صحي أبدا صحي أبدا أبدا لأنه دائما كان في السبارة لا لا بعيد لن يكون في الربعية الأولى أرسنال الفاشل هذا الموسم يوفينتوس بفارق أربع نقاط عن نابلي قد يكون هو البطل الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي الدوريات في أوروبا عمليا تقفل في هذا الأسبوع والأسبوع القادم حتى تتفرغ لدوري الأبطال نصف نائي وللموديال أيضا بكل تأكيد NBA تنس وين نحن موجودين الدوري العادي الـ NBA عمليا سينته هذا الأسبوع وتبدأ مباراة لبلي أوف بين الشاطئ الغربي والشاطئ الشرقي ومن ثم كليفلند موجودين كليفلند موجود والبوستر موجود وطبعا المباراة على أشدة ليبرون جيمس يحطم الأرقام كل أسبوع يعني لاعب يقال بأنه أعظم من مايكل جوردون لاعب بشيكاغو كثير اسمعتها بس أنا قلبي لا يطاوعني أنه أحكي هيك إشي بس أنت مع مين لا لا أنا جوردون مع جوردون لا شيكاغو يعني من منذ الزغر صحيح ولكن يعني باعتراف جوردون أنه ليبرون جيمس لا يقل القوة عنه لا أكيد وتسجيله للسلات كمان يعني بشكل مكثف وحطم أرقام قياسية الدوري رح يكون مثير باللي بلاي أوف إحنا رح نتابع طبعا كلنا فقرات عن هذا الموضوع بكل تأكيد نشكر حضورك معنا أنا أشكركم أنا أتمنى لكم دائما الصحة والسعادة وكل عام وما صح اللي أعيد لك بالضبط كل عام وأنتي بقى الفقير أنا أعيد لك وأعيد لك وأعيد لك كل الجمهور والمشاهدين يسعد صباحك العزيز نبيل سلام